طبعا لا شك أنكم تجدون صعوبات كبيرة من خلال توزيع اللحوم في هذه الجائحة ما هي احتياطاتكم أو الخطوات التي اتخذتوها للحد من سلبيات توزيع اللحوم خلال هذه الجائحة؟ الحقيقة لا يخف عليكم الجائحة فرضت جملة من التحديات خاصة على مشروع يتعامل مع كثافة عددية تواجد في مناطق يعني يكون التواجد البشري فيها عالي ولكن ولله الحمد من اليوم الأول شكلت خلية متابعة قامت بمراجعة وتطوير السياسات والإجراءات وعمليات التشغيل المختلفة عمليات البيع عمليات التوزيع وتم يعني صياغتها بشكل يضمن التطبيق الكامل للاحترازات الصحية لعمليات التباعد الاجتماعي أوقفنا بعض الإجراءات أضفنا إجراءات ولله الحمد يعني آتت أكلها بشكل جيد حيث لم يسجل المشروع ولله الحمد العام الماضي أي إصابة سواء في كادر البشري أو في من تم نقل المنتجات إليه ونتمنى إن شاء الله بهذا الموسم أن يكون الأمر إلى أفضل بإذن الله بإذن الله هذا ما نتمنى